إذن نتحدث الآن عن هذه الزيارة وما يمكن أن يحمله الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي من مطالب إلى الولايات المتحدة لتقديم دعم أزيد لبلادي فمع استعداد واشنطن لتزويد كييف بمنظومة صوريخ باتريود يحدد المسؤولون الروس رفضهم لهذه الخطوة ويجددون ذلك محذرين من عواقبها على الحرب الدائرة منذ عدة أشهر فموسكو طائد كثيرا ما حذرت من أن جميع الأسلحة الغربية التي سترسل إلى أوكرانيا تعد أهدافا مشروعة لها وبالتالي نقل أنظمة صوريخ باتريود من قبل واشنطن إلى كييف تقول موسكو إنها خطوة استفزازية لا يمكن التنبؤ بعواقبها وبحسب محللين عسكريين تحدثوا إلى موقع NBC News الأمريكي فإن منح أوكرانيا نظام باتريود يعني فشل الجهود الروسية لتقويض الدعم الغربي لكييف كما أن باتريود سيضيف لأوكرانيا قوة حيوية جديدة للدفاع عن مدنها ضد الهجمات الصاروخية طبعا هذا وفقا للمحللين توقيت التزويد يعد عاملا هاما أيضا خاصة مع اقتراب فصل الشتاء تنخفض حدة المناورات على الأرض فيما يتواصل الضغط الجوي الروسي وفيما لا تزال روسيا تحاول تدمير البنية التحتية الأوكرانية يقول محللون إنه من الأهمية بمكان بالنسبة لداعمي أوكرانيا الغربيين أن يعيدوا النظر في الدفاعات الجوية الأوكرانية لكن المحللين العسكريين يقولون إن صواريخ باتريود لا تحل مشكلة المسيرات لأنها أصغر من أن تكتشفها معظم أنظمة الدفاع الجوية لكن الأسلحة الجديدة ستوفر طبقة دفاع جوي إضافية مهمة للجيش الأوكراني وسائل أعلام غربية أشارت إلا أن تزويد كيف ببطاريات باتريود سيكون خطوة رمزية ولن يغير من سير المعارك في أوكرانيا إلا أنه يعد مغامرة غير محسوبة بالنسبة لواشنطن لأنه من غير المستبعد استيلاء الروس على بطارية باتريود والتعرف على تفاصيل إمكاناتها